اشتركوا في القناة ازالة البطور والبقعة السوداء من الوجه وهذا المسك بطبيعة الحال مع المدومة اكيد خاصكم تدوموا عليها باش تحصلوا على نتائج رائعة بالنسبة لهذا المسك فيه مكونين اساسيين طبيعيين مكون الاول وهو القرفة بالنسبة للقرفة فهي مكون طبيعي مستخلص من الطبيعة فرائع بزاف عندنا نتائج مميزة جدا لتنقية الوجه وكذلك ازالة البقعة والبطور منها مع المدومة اكيد وعندنا المكون التاني وهو العسل من الافضل انه يكون العسل ديالنا باش تحصلوا على نتائج رائعة فبنسبة للعسل كما كتعرفو كاملين عندو خصائص مميزة للبشرة كينقيل لنا البشرة ديالنا وكيغضيها وكيزي لنا الخلايا الميتة والبطور ايضا ومع المدومة اكيد لونك هدو هم الجيش المكونين اللي غنحتجوا في هذا القناع ان شاء الله بالنسبة لطريقة الاستعمال غد تاخدوا ملعقة صغيرة من القرفة واكيد عليها ملعقة صغيرة ما تكتروش من القرفة وملعقة كبيرة من العسل العسل من الافضل انه يكون ديالنا طبيعي مئة في المئة باش حصلوا على نتائج رائعة نخلط هدو المكونين حتى نحصل على شكل كريم يجينا خالط كريمي يمكن لكم تبقوه على الوجه ديالكم كقناع او ماسك نتركوه على الوجه لمدة ربع ساعة الى عشرون دقيقة من البعد كان غسلو الوجه ديالنا بالماء الدافي او لا كان مسحوه بقطن ومن البعد كان غسلوه وكان نشوفو الوجه ديالنا وصدقوني غتلاحظوا فرق ولكن اكد عليها ان هاد الغصفة خاصكم الدوم عليها وبنسبة للناس اللي عندهم البشرة الحساسة لا انصحوهم بوضع هاد القناع بالواجه بالكامل فانصحوكم بوضعه فقط على البطور كذلك على الحبوب على الحبات الحبوب في الوجه ديالكم وما تديروش بالكامل لان القرفة شوية مجهدة على البشرة وهدي نصحة مني كان نصحكم بها فبالنسبة اللي عندهم البشرة العادية وكذلك الدهنية من الافضل انهم يديروه كامس كامل للوجه وهدي هي الوصفة ديال اليوم كنتمنى انها تنلقي عجب ديالكم وكذلك تجربوها فصدقوني كتاعتراطة ناتيج رائعة بزاف ومجربة مني شخصيا كانتمنى ان الفيديو نالي اعجب ديالكم الى عجباتكم الوصفة ويعجبكم الفيديو ما تنسوش تخليولي لايك وكذلك تخليولي تعليقاتكم وما تنسوش تشتركوا في القناة بالنسبة للناس جداد وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم لي في القناة والى اللقاء الى الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة